عز وجل من صفاته الرزق الرزق ومن افعاله يرزق وما ارزقه الله العباد اسمه الرزق فرق بين الرزق والرزق ما الفرق بينهما؟ الرزق صفة لله عز وجل والله عز وجل يرزق من يشاء اذا هي صفة فعلية لأن يرزق من يشاء والصفة الفعلية ماذا يقوان؟ هي التي تعلق مشية الله متى شاء فعله يقال عن صفة فعلية والصفة التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل تسمى صفة ذاتية كالحياة هل اللاعز متى شاء صار حيا؟ والعياذ بالله ومتى شاء صار ميتا؟ واللحي لا يموت اذا صفة الحياة صفة ذاتية وصفة الرزق صفة فعلية لأنه يرزق من يشاء متى شاء رزق فالله عز وجل من صفاته الرزق بالفتح الرزق ومن افعاله يرزق والنعم التي يعطيها عبادة يسمى هذه رزق فيقال المال رزق من الله ولا رزق رزق والولد رزق طيب والهداية رزق لأن فيه نعم وأرزاق معنوية وحسية يعني اذا رزقك الله الحلم هذا ايضا رزق اذا رزق الله التواضع هذا رزق اذا رزق الله حب الناس هذا الرزق فالأرزاق كثيرة والله دع مقسم الأرزاق اذا الرزق صفة لله والله عز وجل يرزق صفة ايش فعلية وما رزق الله به العباد يسمى الرزق اذا سفدنا عن فائدة ماذا يا اخوان الفرق بين ماذا وماذا بين الرزق الذي يصفه الله وبين ايش الرزق وهو ما رزق الله به العباد يسمى الرزق واضح طيب